لكن فرق العربية موجودة زي ما بنقول في الأول الآخر إحنا لينا شرف التنظيم في الأول كل همنا إن إحنا كمنطقة عربية المسئولية صحيحة على عاتق قطر بالتنظيم بالأموال بكل حاجة ولكن إن تخلص كاس العالم دي تكميم أفواه كل اللي حاولوا يشوهوها على مدار الفترة اللي فاتت وحتى خلال المباراة زي ما شفنا فريق ألمانيا وكل حاجة دي كلها لما تخلص بشكل قوي جدا ويحسب في تاريخ الكاس العالم أن هناك دورة لكاس العالم كانت الأفضل والأفخم والأرقى وقيمت في دولة عربية مسلمة أعتقد لن تقام بهذا المستوى مرة أخرى في أي بلد آخر لأن أي بلد آخر لن تنفق هذه الميزانيات ولن تكون حريصة هذا الحرص على خروج كاس العالم بهذا الشكل كما نره الآن طبعا كما قلت محمدي أربما قطر إن لم تفوز وإن لم يكن مقدر لها نتفوز بكاس العالم وكان هذا أمر مستبعد في طبيعة الفرق الكبير المشاركة أنا نحكي على مسابقة عالمية حتى يعني المنتخب القطري والذي يراهم في الطاقم الفني يعني أقصى طموحات ممكن باش يكون يروحوا لدور ثاني ويديروا دورة مشرفة فربما الفوز لده منتخب قطر اليوم ولا قطر هي تنظيم المسابقة بحداته هذا بحداته فوز أقول لك مثال بتكسف